يكابد الحياة بقدم واحدة في كل أثر من خطواتها تتصارع آلام كثيرة وآمال أكثر بحياة ما زالت ممكنة عبد سعيد هزاء أحد بحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي في منطقة صالة في محافظة تعيذ في الوادي المقارب لمنزله تربص به لغم حوثي فقد إثره إحدى ساقيه وبينما كان يرعى أغنامه انفجر اللغم وسقط عبد سعيد معاقا وفي ساقه المبتورة معاناة إعاقة تلازمه مدى حياته كانت في حامق عامنا في طارب آخرته نول الغنم قبل القبل ثلاثنا بعض الغنم قبل القبل لا فوق القبل هذا اللي قدام هناك جعست للغم قرحي في الوقت المرحى السمال والجميع هذين مكسوبين هنا في باكستر وقرح كان كمية لا يمتلك الضحية عبد سعيد سوى راتب التقاعد الذي يأتي بين فترة واخرى ومجموعة من الماشية كان يعتني بها ويرعاها قبل إصابته لتكون مصدر دخل لأسرته كنتم موظف الدولة ومعين راتب الدولة تقاعد لنا كنتم مع زراعة ومستمرات من التقاعد قدم الحاج عبد سعيد هزاع ابنه محمد عبد الملقب بسعدون شهيدا قبل ما يقارب سنتين في جبهات العزة والكرامة في معركة تحرير معسكر ومحيط التشريفات شرقي مدينة تعز ليكون سعدون في موكب الشهداء من أبناء تعز الذين شاركوا في الدفاع عن هذه المدينة وقدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن أمال كثيرة يحملها الحاج عبد سعيد للجهات المعنية والمؤسسات الخيرية للنظر إلى معاناته بعد أن فقد إحدى ساقيه بلغم حوثي وعادة اشتركوا في القناة